المنتخب ما بعد الحقيقة اختيار القايمة وان الراجل يقول اللعيبة اللي هتبقى معاه في كأس الامة والفرقيات كلام كتير عن عدم مثلا يعني ضم حسين الشحات عدم ضم لعب زيسر إبراهيم الحقيقة برضو احنا مش عايزين ناخدها في فكرة الانتماءات دي برضو في حد ذاتها الراجل اكيد مش بيفكر فيها واكيد حسين الشحات ده لعيب كبير قوي وهايل جدا صراحة في الفترة اخيرة واكيد برضو ياسر بارين من اللعبين المكفحين جدا في الفترة اللي فاتت ولعيب كان يقدر ان هو حياة يستفاد منه مع ان يعني خليني بقى اقول لكم بقى بمنتهى الصراحة وجهة نظري الشخصية انا في يمكن كل الاختيارات اللي موجودة مقبولة مقبولة بالنسبة لي لكن حاجتين مهمين جدا في منتخابنا الوطني واعتقد ان هي نقطة الضعف الوحيدة عندنا بالرغم من وجود واحد زي محمد عبد المنعم في خط الدفاع لكن مازال منتخابنا الوطني عنده حتة كده في قلب الدفاع فيها مشكلة وبالتالي اختياراته في المنطقة دي شايفها ان فيها يعني عدم توفيق شوية من وجهة نظر الشخصية بتكلم على احمد سامي واللي هو الراجل يكلم عليه بمنتهى منتهى طبعا الاحترام وقال لك ده العيب زي الساعة السويسري يعني امور كتيرة بيشكر الحقيقة في احمد سامي وعلي جبر كلاعب برضو موجود في المكان ده وعلي جبر على فكرة دي يعني خبرات كبيرة في المنتخب الوطني وفي افريقيا بشكل عام لكن الحقيقة اداءهم معنى ديهم ما ينمش ان في يعني اتمئنان من وجهة نظر الشخصية في منتخب مصر وقلب الدفاع منتخب مصر في ظل الحقيقة قوة لعبي المنتخبات الافريقية اللي هنواجهها خصوصا في خط الهجوم وسرعتهم ورشاقتهم وامور كتير فبالتالي ما نجي نبص الاتنين اللي عيبة وجودهم في نديهم اعتقد ان مشاكل بيرامت كانت دايما موجودة من قلبي الدفاع فالاختيار انا بشوف ان دايما كان لازم يبقى الافضل انك بتشوف محمد عبد المنعم وياسر بريم الحقيقة ياسر بريم انا بشوف ان هو ظلم الحقيقة فيه عدم اختياره ليه المنتخب الوطني حسين الشحات عنده مكانه كتير وعندنا المنطقة دي يعني ما شاء الله يعني عمر مرموش بنتكلم تريزيجيه فالمنطقة دي حسين الشحات كان هيبقى صعب حتى لو هو بديل البديل فكان صعب لكن المنطقة اللي في قلب دفاعنا كان مفروض يبقى فيها اسماء مختلفة او يتم ضم الاسماء اللي انا بقول عليها ياسر ابراهيم وكمان رمي ربيع كان خبرات كبيرة حقيقة ويعني وجوده كمان بقوة الحقيقة في المباراة اللي دايما بتبقى محتاجة على الجانب الاخر في حراس المرمى يعني ضم محمد صبحي بشوف انه برضو لا في لعيبة او في حراس مرمى زي محمد بسام مثلا بشوف انه هو ظلم برضو بعدم ضمه للمنتخي يعني دي نقطة مهمة جدا لو احنا تكلمنا على العواد عواد ممكن بالنسباله كحارس مرمى نتز مالك وشال نتز مالك لكن هو من وجود نظر انه مش بيقدي معنا دي في الفترة اللي فاتت لكن محمد بسام انا بشوفه من افضل حراس المرمى اللي موجودين فيه الدوري الممتاز بالجانب طبعا ان محمد صبحي لم يشارك في الفترة الاخيرة لكن واضح جدا انه هو عنده اقتناع واخد القايمة دي بقالها فترة يعني القايمة دي متحضرة بقالها فترة بالنسبة لي فيتوريا وفقط الوقت المناسب هو اعلن عنها طيب خلينا نروح لكابتن كريم زكري نجمع نادي المصري واحد المدافعين الحياة الاقوياء في الدوري المصري والكورة المصرية هتكلم برضو عن اختراف